السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه ان شاء الله يا رب تكونوا بخير كل سلام حضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل صنية البزبوسة الجامدة دي من غير لبنا ريب ومن غير زبادي من غير بيكينجابا وده من غير اضافات كتير البزبوسة يا جماعة من احلى والز واسهل 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 الحلويات الشرقية جات يعني اكيد كلنا بنحبها اعتقد ان ما فيش حد ما بيحبهاش صنية البزبوسة بتاعتنا نهاردة من اسهل ما يكون ومن احلى ما يكون وسريعة جدا جدا في اقل من نص ساعة من شاء الله كتا عندي صنية البزبوسة الحلوة دي شايفين لونها حلو جدا التسوية بتاعتها مزبوطة فوق وتحت الترميلة بتاعتها حاجة كده من شاء الله بتجنين يا جماعة نصلي على رسول الله عليها افضل صلاة والسلام ويلا بينا نشوف الفيديو اول حاجة ان هبدأ في الشرابات بتاع البزبوسة يا جماعة الشرابات بيبقى لا خفيف ولا تقيل يعني ماء اللي الخفيف شوية عندي كمان لمونة يا جماعة لمونة كاملة عندي كمان نص صعود ارفة خشب لو مش حاب تضيف الارفة ممكن معلقة كبيرة من مية الورد او ممكن من فانيليا يعني المونة كهل انت تحبيه بس اجراءة بيشربة بطرقة دي ان شاء الله هيفرق معاك جدا جدا في طعم الحلويات اللي انت بتعملي اذا كان جلاش او كنافة او بس برس تمام اضفنا يا جماعة كبايتين مية بس الكامعة ما جبتش لكباية واحدة يعني كباية السكر عليها كبايتين مية هقلبهم كويس جدا وبعدين هرفحهم عن نار اول ما يبدأ يغلي هحسب له بالضبط خمس دقيق خمس دقيق كده يغلي مع نفسه عشان هتأكد ان شربات بتاعي استوى ويديلي ايه تسكرة حلوة للهاس يعني اللي تقول لاش اللي كنافة البس بوسة لازم يغلي معي خمس دقيق تمام اول ما يغلي خمس دقيق خلاص هطف عليه كده الشربات خلص معي نيجي بقى للبس بوسة بتاعتنا انا هنا استخدم دقيق السميد اللي هو السايب النعم تمام لكياس ولا حاجة السايب خالص كبايتين من دقيق السميد الكباية جماعة معي واحد كمان 3 معلقة كبار من جوز الهند انا هعمل النهاردة يا جماعة البس بوسة بجوز الهند في كل حاجة عندي كمان معلقة كيبة من عصر الكولوكوز لو مش متوفر يبقى شربات تقيل او عصر ابيض عندي كمان نص كباية سمنة على زبدة يعني هي الكباية مش متعبية صح فها فراغات كده بس هي نص كباية تمام عندي كمان نص كباية سكر ونص كباية حليب اللي هو اللبن اجيب بقى القصرولة بتاعتي كده او اللبنة بتاعتي وهنزل فيها نص كباية سكر وكمان نص كباية اللبن الحليب وهنزل كمان بنص كباية السمنة على زبدة عايز اقول لك الزبدة والسمنة اللي اتنين مع بعض جماعة بيديل تسوية حلوة وطعم حلو دي سمنة بلدي جماعة طبعا في البسبوسة اللي عيال عليها فالزبدة كمان بتديني تسوية وترميلة حلوة جدا جدا للبسبوسة بتخلي كمان لونها حال جرابي لاتنين مع بعض وان شاء الله تعجبك جدا جدا يبقى كده نزلت بالسكر باللبن بالسمنة والزبدة وكمان معلقة الكولكوز عسل الكولكوز ومش متوفر يبقى شربات تقيل او عسل ابيض يعني المتحان تشتغلي بي معلقة واحدة بس بعد كده هرفع القصرور اللي بتاعتي على النار اللي لحد المتكونات دي تدوب معاية تماما تمام انا عايزة تفك كده مع بعض على النار هادية وهفكه مخالص مع بعض يبقى ايه يعني حاجة واحد انا هنا بقى عدي ثلاث معالق كبيرة من جوز الهند لو مش حابة جوز الهند بلاش تضيفي بس انا عادة عملها بجوز الهند وبعدين ناكهة جوز الهند في البسبوسة حلوة جدا 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 هقلب كده جوز الهند في اللق دقيق بتاعي دقيق سميد نعم ان شاء الله المقدمة بالضبط في صندوق الوصف شايفين الخلال بتاعي انزل بقى كله كده هو المقدان ان شاء الله مزبوط معاك فانزل كده مرة واحدة ما تخفيش هنقلب بقى بالمعلقة بتاعتنا اول الزباط اللي بتاعتنا كويس جدا طبعا مش هناجين يا جماعة عشان اللي بسبوسة بتاعتنا ما تنشافش وتعمل عرق معايا فيادوبك بس ان احنا ايه نخلط المكونات مع بعض تقلب كده من فوق اللي تحت ويمين وشمال اتأكد ان كله اتغلف معايا ان حابة السميد معايا اتغلفت باللمن بالسكر بالزبدة والسلمنى كله اختلط كده ببعض عايز اقول لكم ان انا اعتبر مقصتش اي حاجة من الفيديو يعني الخطوات واضحة قدام حضرتكم يا جبك بس اسرعت حاجة بسطعة عش الفيديو بس ما يطولش زيادة عن اللزوم بس هي الخطوات مقصتش منها اي حاجة عندي طبعا الصينية بتاعتي دهنتها دهنتسمنة بلدي كده محترمة وبعدين ابدأ انزل اه بخريطة البزبوزة بتاعي واساوي في الصينية الصينية بتاعتي جماعة مقصها حوالي 22 22 22 طبعا السمك بتاعك لو انت حبها عاليا شوية ممكن تبعمل في مقاس 18 بس انا حب سمكي بقية رفيع زي ما شفتها كده في اول الفيديو يعني حوالي نص عقلة كمان نص عقلة صباب شايفين بس او طبعا الصينية بتاعتي كويس جدا جدا وهدخلها الفرن يا جماعة هولع من تحت على نانبة وسطة اقول لكم نانبة وسطة ميلة للهدية مش عالية تماما هتاخد معي بالضبط خمسة عشان دقيقة انا هنا بعمل لها زي ما قلت لكم انا هده بجوز الهند فورق جوز الهند يا جماعة حلو جدا جدا ده الجوز الهند اللي هو المبشور اللي هو الورق ده اعز اقول لكم الداني طعم حلو جدا جدا احلى من الجهزة كمان سأجرى بيها كده وببدأ سواهيه كده وطبطبطبطبطبط براها عشان يمسك في الفسبوص بتاعتي و ادخل الفرن بدا وسطة خمسة وعشرين دقيقة اتاكد أن الناس تبت ستبدأ الحافة بتاعها ياخد لون وتلمر في الصينية بتاعتي وتاخد لون اتاكد كده انها خلاص تمام هولع عليها الشهوية بس لدقتين انها كمان تاخد ايه وش ده لو ماخدتش وش تمام بس عادة يعني بتاخد وشه فوق وتحت وكله بيبقى تمام انا بقولك لو ما احمرتش معاك في الوش بتولع الشباية دقتين وخلاص كده تمام معاك شايفين بقى البزبوسة بتاعتي ما شاء الله يا جماع 25 دقية كانت زي العسل حلوة جدا جدا شايفين كمان الحارف بتاعي في ناس يعني البزبوسة يعني الحارف بيحبوا الحارف ده جدا 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 وبصراحة بيبقى لز حتة في البزبوسة بتاعتي الشربات بتاعي يعني ان عملهمهم باول حاجة في الدوبك اللي هو ايه دافي حاجة بسيطة بارد يا جماعة 알ى ما يبقى السخنى خذ بالك البزبوسة أول ما طلعت من الفرن بنسي ايها الشربات ه야지 bloody ball بدأة فمينفعش للبزبوسة بتاعتي تبقى سخنى وكمان الشربات سخنى كله هايبقى عاجين معاك بعد لازم حاجة فيهم بارده وطبعا الشرابات اللي هيبقى بارد شايفين ماشاء الله يا جماعة شايفين البزوزة بتشرب الشربات ازاي يعني دليل نجاح انها بتشرب الشربات بتاحها على طول شايفين ماشاء الله يعني انا هنا بقرب لكم الكاميرا بتشرب الشربات وناجحها بحلوة جدا جدا معا عازة لكم اخدت نصف مقدار الشربات اللي احنا عملناه يعني احنا عملناه كوبية سكة على كوبية المياه دي خدت نصف مقدار الشربات شايفين حلوة جدا جدا انا سابقا بشربتها كده نباحلات قصنية بس عشان اتأكد انها كلها شربت الشربات وهو غط عليها لحد ما تشرب الشربات خالص ونبدأ انا اقطعها مع بعض يعني سبتها حوالي ساعة تمام يعني عايزة لكم هي هنا كمان كانت لسه دافية معايا ما بردتش تمام نبدأ بقى اقطعها ونشوف عايزة لكم بجد يا جماعة كان طعمها حلوة جدا جدا دي انا عملاها لضيوفة يوم العيد فبجد كل اللي اكل منها يعني شكر فيها وقال لي حلوة جدا جدا تسلم ايدك يعني الحمد لله عجبت العيد وعجبت كمان الضيوف اللي جاله يوم العيد فماشاء الله بجد جارة بيها وان شاء الله تدعيلي سهلة بسيطة ومن احلى واسرع ما يكون يا جماعة يعني ما بتاخدش اي وقت شايفين الجميل ما شاء الله بجد يعني تتحدث عن نفسها بجد السمك بتاعي حلوة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم لو انت عايز لها عالية شوية ممكن تعمليها فصنية مقس 18 دي كانت 22 rely while shaking يعني اللون تحتorer جدا جدا يعني الترميلة بين يا جماعة من تزيخ سبني ف personalities فماشاء الله إن شاء الله تحجب dinero جدا الترميلة بتاعتها اللون فوق وتحت التصوية من غير زبادي من غير لبن ريب من غير بكرينجة بودة من غير اي اضافات كتير البز بوسة من احلى اسهل واسرع مياكم ان شاء الله تعجلكم ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان اعجبكم لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسيش في لاعيك واشتراك في القناة استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة